شكراً فخامة الرئيس فخامة الرئيس تشرفت بزيارة فخامتكم اليوم مع وفد وزاري لبناني حيث بحثنا في العمق في العلاقات بين بلدينا التي اكتسبت في السنوات الأخيرة دفعاً قوياً وفعالاً في مجالاتها السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية على أسس التعاون والتفاهم المشترك لقضايا البلدين من خلال معرفتي الطويلة والوفيقة معكم يا فخامة الرئيس أعلم مدى متابعتكم للشأن اللبناني وحرصكم على توطيد العلاقات مع مختلف الفئات اللبنانية والقيام بأي مسعى لمساعدة لبنان وأيضاً دعمه في كل المحافل وهذا الأمر بما يتعلق بدعم لبنان كنت دائماً تلب النداء لأي أزمة يمر بها لبنان وأثبتت كل المرات التي مررنا بها وكل الأزمات التي مررنا بها أنكم حقاً كنتوا إلى جانبنا تحدثت أيضاً مع فخامته عن العلاقات اللبنانية التركية والهم المشترك في موضوع النازحين السوريين ومن اتخذهم من إجراءات لإغاثاتهم وضرورة تضافر كل الجهود لعودتهم إلى بلادهم في أسرع وقت ثمنت مواقف فخامة الرئيس الداعمة للبنان وأيضاً الإرادة المشتركة بيننا للتشدد على إرساء أفضل الروابط بين بلدينا وهذه العلاقات ستبقى بإذن الله متينة وقوية على كل الصعود أيضاً السياسية والاقتصادية والسياحية وفي أي قطاع آخر ونحن نلاحظ ونلمس شخصياً في هذا الإطار أن العلاقات التجارية بين بلدينا في إزدياد لقد اتفقنا خلال الاجتماع على سلسلة من الإجراءات المشتركة لتفعيل التوعاون الثنائي ولمسنا الدعم الكامل للبنان فخامتكم أول ما يتبادر إلى ذهننا ونحن نزور تركيا هو الانفتاح والاعتدال اللذين تتميز بهما والحداثة التي عملتم أنتم شخصياً على إرسائها ما أكسب تركيا موقعاً مميزاً بين الغرب والشرق وعجعل منها نقطة نقطة استراتيجية أساسية عملت تركيا على تنميتها على مدى عقود ما مكنها من الوصول إلى الرياضة التي نشهدها مجدداً فخامة الرئيس ولا أقول في النهاية لأنها حتماً لن تنتهي العلاقات بيننا باسمي وباسم الوزراء أشكركم وأشكر معالي الوزراء على حضورهم وعلى تجولهم معنا بهذا اليوم وشكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم اشتركوا في القناة